ما بعد بيت سمو سيماني هل أهلي سيتأثر إجابياً برحيل بيت سمو سيماني والأمور تتحسن أفضل ولا يتأثر سلبان بعد نجاحات كبيرة مع بيت سمو سيماني هو أقول لك على حاجة بس هو الراجل بقول المقاييس ناجح بالأرقام طبعاً بالإمكانيات لا معافر هو يوظفها إزاي حب وكره مش أقدر أقول أكتر من كده إحنا شفنا ناس كتير هو يعني بدأ شغله مما انتهى فيلر محدش علم على مسيماني للفيرل في الوقت الفيرل بينتهي هو مع الفرقة اللي حققت البطولة قصة ساندونز فاشتغل معه اللغز أنت مش عايز مساعد عايز تبقى أنت لشغل واحدة تعرض عليك سيزة مدى النحاس أحمد سامي بداش حيات أنت رافض 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 أنيس الشعلاني هتشتغل أنت مصمم إصابات الناد لأهلي كلها أمامية ضمة خلفية هي هي نفس الكلام مش معقولين اللعيبة دي مختلفة عن اللعيبة اللي إحنا كنا نعرفها قبل كده أو إحنا ما كناش لعيبة قبل كده إحنا كنا زمان نقول هو ليه الخواجة مستر هولمان كان يقولك بعد المباراة لفة حلول ملعب بعد المباراة ما تخلص في الأستاذ عشر دقايق الاستشفى وبيوصل لها ما في منهاش اللي دلوقتي أما كان هو هارس يقولك دخل الفيرود لجوع عشان يقابل السر دي باك التاني والطرحيل يشتغل احنا بنتكلم في عشرين اتنين وعشرين احنا كم ده بنتكلم في تلاتة وتسعين هي الناس دي مدارسها مختلفة؟ ولا المفروض كل المنظومة بتشتغل لنجاح حاجة معينة للكيان ده العيبة انت عارف تقدر تعمل ايه؟ مفيش مدير فني يقدر يقولك اد الكريم ذكر الكور عشان هو العقل المفكر همس الكريم ذكر خلاص هو الكريم ذكر مش مرضونا ولا مس عشان يشتغل باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا العيبة. بس الناد الاهلي هم تعودين. اداء مكسب نتيجة فرحة جماهير باداء الناد الاهلي. مبتولات. فين الشغل ده. طب حالك كنت مع رحيله ولا مع بقاءه. لا انا كنت من الاول بقول هو بالارقام ما قدرش اقول له امشي. صح. ما قدرش اقول له امشي. صح. ما انت بتحقق. طب. امبسطت انه مشي. مش هقولك ببسط على قد ما هقولك. اتأخر. اتأخر مشانه. بس في الوقت اللي مجلس دارة اخد فيه قراءة وكابت محمود. ان الراجل ما فيش تاني. ما فيش جديد. خلاص المكان ده تقفل. ترباس. ما فيش تاني مش هتلاقي. فهتبتدي انت خسط افريقيا. خلاص الدور العام اللي هو اللي بيتكلم عنه جمهير الناد الاهلي. انت هتستبعد نفسك منه. طب انت رايح فين. طب ما انت سامي موجود دلوقتي وبيعمل نفس الموضوع. انت فكرت ان طريقة اللعبة الناد الاهلي مش هتتغير عن اربعة اتنين تلاتة واحد. او اربعة تلاتة تلاتة. عشان ديانج والسلية والحمدي فتحي. انت ما عندكش البديل. اللي ينزل عقل كافة لعبة الناد الاهلي. انت بتستنى. اه انت اكتشفت صلاح محسن. رجعت صلاح محسن اللي احنا نعرفه. بس ضيعته جزء من قفشة كتير. ضيعت كتير من حسان الشحاك. محمد هاني. طب انت مصمم ان الناس دي. طب ما انا في وقت كان ملقوقات زمان ايامنا. او ايام كريم اقرب. ان في الوقت اللي انت جايب في عصام. جبت نادر. عصام بأحسن حرس مرمى المدة زمانية كبيرة. انت في الوقت ده انت بجيب. ا اما اكرم ظهر محمد هاني رجع. انت في الوقت اللي انت بتبقى عندك اثنين وثلاث لعبة. علي ما اقول له اطارة ما عندك شو بدي. محمود وحيد بص المسافة قديه ما قاعد. هل انت بما بتنزل بقى. قلبك جامد زي كوكا. انا صغير فمش فارق معي. انا هعمل كل حاجة. اللعب تلناد الاهلي او جميل الناد الاهلي. هتحكم علي ان انا لسه صغير. صحيح. بس انا لو قديت. هيقول لك بس. هنا شين الاهلي فيه. هي دي. احمد نبيل انت بتلعب وبي يقعد مسافة طويلة بيرجع بيديك الاداء اللي احنا شفنا النهاردة. زياد طارق صغير ونازل بالتركيز ان يعمل بصف العمق زي دي. ممكن انا بقى انا كبير في الملعب اقول له الكرة تديه انا. احنا عاصرنا الحاجات دي. ان الكبار لازم يستلم عشان يبقى هو العقل المفكر اكتر. صحيح. طب انت في الوقت اللي انا شايف ان بقى لهم مطشين او تلت مطشوات. اللي لفظ نظري جدا. الروح اللي عنده مش فتاش بقى لي سنين هو رومي. الزيادة والانقض والقلب.